تشهد منطقة عسير وفي مقدمتها قمم السودة نهضات الموية تهدف لتطوير السياحة وفق استراتيجية تقودها رؤية 2030 لتكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية على مدار العام تفاصيل أكثر بنعرفها مع الزميل أحمد عسيري أمسي عليك بالخير أحمد تنضم معنا الآن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله المنظر من خلفك يفتح النفس يا أحمد تفضل له تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا التقدم التي تشهد منطقة عسير سياحيا وخصوصا مشروع قمم السودة مساء الخير لك عهد مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين تحية أبوثها لك عبر شاشة القناة السعودية حيث أتواجد الآن في مرتفعات السودة هذه المرتفعات التي ستشهد في القريب العاجل عديد من المشاريع التي ستقود المنطقة للسياحة العالمية للحديث عن هذه المشاريع وعن هذه المرتفعات وما يتخلى لها من جمال ينضم إلي المرشد السياحي الأستاذ فهد المقبل رحي فيك عبر شاشة القناة السعودية ووسط هذا الجمال بودي أن تحدث لي ما الذي ستشهده المنطقة لتنتقل إلى السياحة العالمية بداية أسعد الله مساءكم وساء المشاهدين بكل خير من قمم السودة من هذا الجمال تحية أبعثها برائحة أشجار العرعر إن شاء الله منطقة السودة ستكون منطقة سياحة عالمية جبلية الوجهة السياحية الجبلية العالمية إن شاء الله ستشهد تقريبا ست مشاريع في هذه القمم المشروع الأول الذي هو مشروع تهلل منطقة الرئيسية والتي تهلل مأخوذة من اسم الجبل العظيم الذي هو جبل السودة الذي في أعلى قمة في السعودية الذي هو قمة جبل السودة والتي ترتفع عن سطح البحر قرابة 3015 متر تكون هي المنطقة الرئيسية المشروع بيكون فيها أغلب الفنادق ملعب القولف الجسر الزجاجي المسرح المبتوح تليها المنطقة الثانية اللي نحدثكم منها اللي هي منطقة سحاب بحيث أن الرياح المحملة بالرطوبة تصطدم هنا في الجبال وتبدأ تكون السحب والضباب من هذه النقطة بيكون إن شاء الله في هذه المنطقة هي المنطقة الخاصة بالمغامرات والتجارب الرياضية بعدين ننتقل إلى المنطقة الثالفة اللي هي تشاهدون يمكن علي إسارنا هنا اللي هي منطقة سبرة سبرة تعني توالي هطول المطر أو المطر المستمر لعدة أيام إن شاء الله هي بتكون منطقة استجمام منطقة رفاهية بيكون فيها محلات السبا والإقامة الفندقية الفاخرة المنطقة الرابعة بتكون عندنا اللي هي جرين وهي المناطق المخصصة لعمليات الطهي والتجارب السياحية حيث تشتهر هذه المنطقة أو هذه المنطقة بإنتاج الموز مزارع الموز مزارع البن وأيضاً إنتاج العسل في يكون إن شاء الله التجارب الطهي في هذه المنطقة الجميلة ولو انتقلنا إلى المنطقة الخامسة بإذن الله هي بتكون منطقة الصخرة الحمراء حيث التنوع الطبيعي والجغرافي وفيها مشاريع الآن إعادة تأهيلها وزرعتها بأشجار العرار بتكون عندنا إن شاء الله بإذن الله المنطقة السادسة والأخيرة اللي هي منطقة الثقافة والأدب ستكون إن شاء الله في قرية رجال بمحافظة رجال الألمع تكلب عافية استاذ فهد لا شك أن مبادرة قمم وشيام جمعت لهو جمال قمم مرتفعات السوداء وأيضاً الشيام التي سيجدها الزائر للمنطقة وهي أخلاق إنسان عسير حدثني عن هذا الموضوع إنسان عسير زيه أي إنسان في المملكة العربية السعودية دائماً إنسان مرحب بالضيوف يحمل كثير من الشيام والقيام الاجتماعية اللي أهمها ترحيب بالضيف واللي هي إن شاء الله إنها هي تكون شعارنا الدائف دائماً إحنا في عسير نقول مرحباً ألف بالضيوف الكرام الزائر سيكون ستكون المنطقة هنا تحظى بسياحة عالمية لا شك أن الزائر سيحظى بثقافة لإطلاع على موروث المنطقة سيطلع على أيضاً الأكلات الشعبية سيطلع على العديد من الأشياء التي ستفاجئ بها منطقة عسير من محاسن الصدف إنه يتزامن مع هذا اللقاء وجود منظمة الطهي العالمية موجودة في منطقة عسير لإعلان عسير منطقة طهي عالمية فإن شاء الله بتكون عندنا يأتون السياح من خارج منطقة عسير أو المملكة العربية السعودية لتناول أشهر الأطباق الموجودة في منطقة عسير واللي كان شعارها هذا العام اللي هو وجبة الحنيط سيد فهد المرشد السياحي منطقة عسير شكراً لك وفعلكم التوفيق حياكم الله ونراكم في لقاعة أخرى ونقول للضيوف مرحباً ألف عسير إذن يا عهد كما تشاهدين هذه المرتفعات ومنطقة عسير على موعد بأن تكون هنا لك السياحة عالمية تمكن الزائر بالاطلاع على كل جميل في هذه المنطقة هذا كل ما لديه في الظنق للحي أعود لك بالصورة والصوت عسير بجمالها المتفرد وبمقوماتها المتعددة تستحق أن يكون لها استراتيجية تنموية خاصة فيها شكراً جزيلاً لك أحمد عسير وشكراً نظيفك على تقديم واستعراض هذه التفاصيل الخاصة بمشروع قمم السودة قمم وشيام بعد هذه التقضية مشاهدين